ونسبة الفرحة عامة الفرحة كبيرة جدا جدا لكل كرة القدم العربية والإفريقية لأنها بأقدام منتخب المغرب ومدربهم الوطني وليدر كراكي الحقيقة النهاردة كلنا سعداء بالمغرب ولشعب المغرب الجميل من مبارح وانا قاعد لما كنت بتكلم مع ضيوفنا اللي كانوا موجودين معايا في كواليس المونديال قلت لهم انا عندي احساس كبير جدا ان المغرب مش هيصل لدور التمانية فقط ولكن احتمال كبير يعدي دور التمانية فأنا من أكثر السعداء لإخواتنا في المغرب مش أنا الواحدي كل المصريين النهاردة كنا في أحد الأماكن وقت المباراة بنتفرج مش عايزة أقول لحضراتكم لما المغرب أحرزت الهدف الأخير راكلة الجزاء الأخيرة الدنيا الزوطت إزاي ولما كل ما كانت أسبانيا بتضيع ضرب الجزاء عندهم كانت الدنيا حوالينا كأن مصر اللي بتلعب كأن مصر اللي بتلعب وده الحقيقة هو الإحساس الرائع ما بين كل العرب وكل الأفرق ممكن جدا تلاقي هناك بعض المناوشات اللطيفة المحترمة اللي احنا دايما بنبقى سعداء بيا ما بين الأهلوية والزمالكوية وإخواتنا في الرجاء وإخواتنا في الجيش الملكي والكلام ده كله الجيش الملك المغربي النادي الكبير العظيم لكن في النهاية لما المغرب يعمل حاجة حلوة كلنا حنبقى سعداء وبالفعل المغرب عمل حاجة في منتهى منتهى كنت أتمنى أن يكون أن منتخب مصر هو اللي يصل لأننا كنت يصل لدور التمانية لأننا متأكد مليون في المئة مليون في المئة إن إخواتنا في المغرب واخواتنا في تونس واخواتنا في الجزائر واخواتنا في ليبيا واخواتنا في كل العالم العربي كانوا هيقفوا معنا بهذا الشكل النهاردة يوم جميل كلنا سعداء بتجربة المنتخب المغربي اللي بدأت من زمان الحقيقة كيف استطاع وخلينا خش حتة برضو لازم اتكلم فيها لانه هذا الكلام هو الكلام الصحيح كيف استطاع المنتخب المغربي ان يصل ان يكون منتخب بهذا الشكل الرائع وان يصل به لدور التمانية اجيب لحضراتكم الاجابة بسرعة جدا وفي كلمتين ان هناك رئيس التحاد قوي التحاد محلي التحاد مغربي قوي بيحارب لكل بيحارب بشكل رياضي لكل الاندية المغربية علشان يلعب نهاية افريقيا في المغرب لكن انت عندك اتحاد الكرة كان بيعمل ايه كان بصص الناحية التانية على اساس ان الاهلي مثلا ما كانش نادي ما كانش نادي في مصر مثلا اتحاد الكرة عندك خلاك تحارب حرب خلاك تحارب حرب مش بتاعتك ولكن في كرة القدم المغربية رئيس اتحاد مغربي قوي عضو في الفيفا قوي يستطيع ان هو يجيب حق الكرة المغربية وبالتالي كل الظروف الطبيعية المتاحة للمنتخب المغربي خلتهم يبقوا بهذا الشكل الرائع اتحاد كرة في شغل حقيقي لصالح بلده اتحاد كرة ما فيهوش حد بيخبي جواب اتحاد كرة بيسعى دائما لدعم كل الاندية اللي موجودة فيه اتحاد كرة ما بيدورش على مصالح شخصية اتحاد كرة مغربي قوي وبيحترم جمهور الكرة المغربية عشان كده في النهاية اول منتخب عربي يصل لربع نهائي كاس العالم وعلى حساب مين؟ على حساب المنتخب الاسباني احد المنتخبات الكبرى المرشحة لهذه البطولة هتقولي اصل دافعه اصل هجمه اصل عمله ولا يفرق معايا الكلام ده المنتخب المغربي في دور التمانية هو ده الكلام اللي يفرق معايا محدش هيفتكر مين لعب ازاي ومين مسك مين والمغرب دافع واسبانيا هجمت فيش حد هيفتكر الكلام ده كل الناس هتبارك للمغرب وصلهم لهذا الدور اللي عمر ما فيه منتخب عربي وصله وده اللي حيخلينا نرفع سقف الطموح احنا كعرب وافرقة المباراة القادمة غالبا هتكون مع المنتخب البرتغالي المنتخب المغربي يقدر يفوز على المنتخب البرتغالي اه وجهة نظري انا مبارح وانا قاعد قلت قلت انا عندي ثقة كبيرة جدا جدا في المنتخب المغربي احنا كعرب وافرقة نقدر نكسب اي حد بس كله يصدق نفسه فالحقيقة ترجمة نانسي قنقر